طبعا ده السؤال جميل وكذا الناس بتعامل معهم يعني بيبقى عندهم المشكلة دي كتير ومش قادر يعبر عن نفسه عشان كده احنا عندنا حاجة اسمها أرت ثرابي العلاج بالفن يعني احنا يعني اللي مش قادر يعبر ده ساعات بيقدر يعبر اكتر بالكتابة وساعات يعبر عن مشاعره بالشعر وساعات يعبر عن مشاعره بالرسم يعني ساعات في الجروب ثرابي العلاج الجامعي ساعات اخليهم اقولوا بص اكتب لي كده ارسم لي مخاوفك كلها كل الحاجات اللي انت خايف منها ارسمها وساعات نقول لهم ارسم لي أحلامك كلها وساعات ارسم لي التجارب الماضي مثلا فمش لازم يبقى فيه سكلز جامدة بقى في الرسم ويرسم حاجات يعني كبيرة وتبقى شكلها حلو لا اي حاجة اي حرفة حتى اللي هو الخطوط كده عارفة لما بتلبس دايرة دي الوش وبعدين ايدين كده عصيان وبعدين الرجلين يبقى ده تعبر عن شخص عادي رسمات بسيطة بس هي ساعات بتخلي اللي جوه يطلع عن طريق الرسم ودي بس تعملها كتير والناس اللي بتعرف تكتب اغاني برضو واللي بتعرف تغني ساعات يعبرها عن مشاعرهم بالاغاني كل دي طرق مختلفة للتعبير عن المشاعر بس صح زي ما انت قلت الواحد لو عمل كبت للمشاعر او كتم للمشاعر ربريشن او سابريشن ده مش حاجة حلوة على اللونج تيرم لانها يعني الدراسات كلها بقينت انها هتزود الضغط النفسي وهتزود الاعراض السايكوسوماتيك هتلاقي بقى من كتر الكبت المشاعر ده يبدأ يجيله صدع يجيله زغلالة في العنين يجيله واجع في بطنه وساعات بقى لو عنده استعداد ان يجيله الضغط تلاقي الضغط ابتدى يعلى تلاقي السكر ابتدى يعلى تلاقي امراض المناعة ابتدت تحصل وساعات طبعا مع مع سنين من الضغط النفسي المكتوم ده ممكن بقى تلاقي امراض خطيرة زي السرطنات وامراض ضعف المناعة والحاجات دي فارجع تاني ان احنا الكتابة دي حلوة قوي للتعبير عن المشاعر وبعدين الناس هتسأل اكتب ايه يعني اكتب ايه اكتب افكاري ومشاعري وسلوكي وبعدين لو ابص عليهم بعد ما اكتب كده ابص على الافكار والمشاعر والسلوك دي اذا لقيت افكاري كده تميل الى السلبية تميل الى التفكير الكريسي تميل للشخصانة تميل للإدانة يعني لقيت في افكار كده محتوى سلبي احاول اغيره واكتب تاني السيناريو بتاعت الافكار بطريقة اكتر ايجابية يعني ده كده ملخص الموضوع شكرا لكي اشتركوا في القناة